عندنا شيء لا يمكن أبداً نتجاهله وهو انتصار منتخبنا الوطني الحمد لله على منتخب ليبيا في مباراة أنا بشوف أن هي كانت تبدو في الملعب أصعب من اللي مفترض كانت تكون عليه قدرنا نكسب بنتيجة 1-0 بهدف فيه قدرات فردية من عمر مرموش اللاعب اللي قدم شخصية بالنسبة لي كانت مبهرة جداً اللاعب كابتن شاوي غريب ما بيضموش وبيكون عنده الإصرار أنه هو يكون موجود مع المنتخب وبيكون نجم المنتخب في المباراة فيها محمد صلاح ونجوم آخرين بصوا يمكن موضوع كابتن شاوي غريب يمكن الكابتن واي الرياض مبارح على الأكاونت الشخصي بتاعه نزل جواب رفض من النادي بانضمامه للمنتخب الأولمبي فمش عارفين ماذا صدق المعلومة والجواب ولكن ده اللي عمله الكابتن واي الرياض شيتوس اللي كان طبعاً في أحد أعضاء الجهاز الفني مع الكابتن شاوي غريب لكن في النهاية دي أول مباراة رسمية لعمر مرموش من وجهة نظر الاختيار ده بالتأكيد كريدت كله بيروح لكروش اللي هو راهن عليه فكرة إنك تحط ريسك على لعب لأول مرة يمثل منتخب مصر في مباراة مهمة زريق وأول مباراة ليك كمدير فني فبالتأكيد ده ريسك كبير جداً والأخطر إن الريسك كان هيبقى على عمر مرموش نفسه اللاعب ده لو لم يمتلك شخصية قوية كان ممكن بشكل كبير جداً يدفع ضريبة المرهنة عليه في بداية المباراة ولكن قدر خلال الشوت التاني إنه هو يعني لحظة تجلى فيها قدر يسدد تصويبه صاروخيه يسجل هدف فبيثبت أقدامه مع منتخب مصر فيه مدارس كانت بيتميل لفكرة لما يكون لعب عندك لسه جديد تبدأ تدخله بشكل تدريجي لكن كيروش راهن عليه ولازم نقول إنه كسب الرهان بكل تأكيد كل أمنياتنا لمنتخب مصر في المباراة المقبلة اللي هيكون برضو صعبة وعلى أرض بني غازي وبالتأكيد أنت حالياً متصدر المجموع ولكن مهم جداً إنك على الأقل تخرج بنقطة من هناك البعض هيتكلم عن الأداء وربما يكون الأداء مش لاقي بعض استحسان عند بعض جماهير القرى المصرية ولكن ده طبيعي جداً لمدير فني أول مباراة كل الدعم للجهاز الفني كل الدعم لمنتخب مصر بالتأكيد إن مع النتائج ومع الوقت هنشوف أداء وهنشوف نتائج أنا عندي ثقة تم إن شاء الله إن المنتخب ده بإذن الله هيكون في كأس العالم إن شاء الله أنا تمنى بإذن الله منتخبنا يكون في كأس العالم ولكن أنا عندي بعض التخوف إن منتخب ليبيا رغم عدد النقاط اللي كان حاصل عليها ولكن منتخب عنده مشاكل في انتظام الدوري لعبين فنيين مميزين على المستوى الفردي ولكن برضو جماعياً كنت شايف عندهم مشكلة كانوا نقدر نظهر بشكل أفضل افتقدنا عكيد شريف وأفشة كانوا لعبين مهمين جداً أي حد حل المباراة كان شايف إن كانوا يقدروا يضيفوا المنتخب مصري بشكل كبير عايز أتكلم عن اتنين لعبين مش قصة إنهم بينتموا الآله وإسامة ولكن أنا شوفت فعلاً إن يستحقوا أكرم توفيق اللي بشوف إن هو لاعب يقدر يدي سنين في المركز ده ومن البداية أنا كرهوني إن أكرم توفيق يقدر يكون باك يمين مصر والنادي الآله لسنوات لأنه عند القدرات الفنية والبدنية اللي تؤهله ده كمان عمر السلية ظاهرة بالنسبة لي في حاجة لما تيجي تتكلم عن أي لاعب وأنا أعني أي لاعب يمكن باستثناء طبعاً جماهيرية صلاح وأرقامه ولكن تعالى بعد كده لأي لاعب عشان تتكلم هتلاقي حد في مركزه إن ما كانش بيسويه ممكن بيتفوق عليه أحياناً أو أقل منه عمر السلية في مصر هتيجي تقول مين غير العمر السلية في رقم 8؟ هتقف هتلاقي دماغك ما بتساعدكش إن انت تقول لعيب تاني عشان كده يا جماعة لازم نقدر إن عمر السلية لاعب في النادي الآله وفي منطقة بمصر بيبزل أدوار مهمة جداً 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 بالتأكيد عمر السلية هو مصطرة مركز 8 في مصر عمر السلية إمبارح الأكثر استخلاصاً للكرة 14 استخلاص ويا لي محمد النني 13 استخلاص وده بيؤكد إن إن بارح كان كدهوش بيلعب بـ 8 اللي اتنين يكون عندهم قدرات هجمية يمكن النني كان بيزيد شوية عن عمر السلية ولكن قدروا اللي اتنين يوفروا الاستحواز لمنتخب مصر الواصل لـ 65% ولو كان في صانع ألعاب في حالته يمكن عبدالله السعيد كان بعيد تماماً عن كل مستويات صانع اللعب وكان بدنياً مرهج بشكل كبير جداً فكان ممكن يكون فيه إضافة هجمية أفضل من كده ولكن بالتأكيد إذا قلنا عبدالله السعيد كان في فترة نهاية الدوري مع فريق برامة زعامل أداء كبير جداً ولكن مع منتخب مصر بيتم طرح العديد من التساولات وده بالتأكيد يعني نتمنى يكون إرهاق ويكون جاهز للمراجعة لأن عبدالله السعيد قيمة في منتخب مصر ويمكن كيروش لما حصل تغيير إدانا انطباع النوارد جداً نشوف ثلاثة في وسط الملعب في مباراة ليبيا والاستعانة بطارق حامد كثالث أو حمدي فتحي حسب وجهة نظر المجرد الفني لكن الحقيقة كان نجم المباراة بالأمس حتى في مراوغاته وهو عمر مرموش عمل سبع مراوغات نجحة من أصل 11 مراوغة وده بتقولك يعني إيه لعب واسق في نفسه ولكن كان فيه رقم سلب الكابتن محمد صلاح يعني المفترض أن يكون يتخطى لأن إنبارح 47 قرى أو تمريرة خرجت من رجل الكابتن محمد صلاح 16 تمريرة كان فيها أخطاء يمكن بعض التمريرات بيكون فيها ريسك عالي في معدل أو احتمالية الخطأ كبيرة جداً لكن ده رقم كبير جداً بالنسبة للكابتن محمد صلاح أيضاً رقم مصطفى محمد يمكن واسطته القرى 32 مرة ولكن إن كان هو أفضل في فكرة المحاولات على المرمى أربع محاولات انتارجت ولكن كل المحاولات بأهداف متوقعة تتخطى الهدف ما قدرش يسجل برقب أن عمر مرموش سجل من 21 من 100 أهداف متوقعة وده بيقولك يعني إيه ده لاعب واسق من نفسه يمكن دي كمان يا فارس أرقام أو إحصيات المباراة دي أرقام المباراة بشكل عام كان منتخب مصر فيها على المستقل الهجومي أكيد كان عنده أرقام كان ممكن تنعكس بهداف أكتر لأن عدد المحاولات لمنتخب مصر كان 14 محاولة منهم 7 انتارجت كانت الهداف المتوقعة تزيد عن هدف ونصف يعني تقدر توصل لهدفين ولكن سجلنا هدف واحد أعتقد كمان كابتن محمد صلاح تحديداً حيعاني كتير جداً في المباراة اللي مع المنتخب نتيجة إن كتير جداً من المنتخبات أنا كنت بشوف الخريطة الحرارية الكابتن محمد صلاح لا مختلفة تماماً عن ليفر جول المساحات مختلفة الأكيد مهما كنت بتلعب في البريمير ليج حتى لو أنت محمد صلاح كرستان رونالدو بيكون فيه أدوات تانية كتير في الفرق دي أيضاً الفرق بتركز عليها أنت بتشوف ساديو ماني بيتحرك إزاي فرمينه غيرهم لعيبة كتير جداً يمكن في منتخب مصر الوضع كان مختلف التكتل الدفاعي على محمد صلاح بيكاد يكون مرعب حرفياً يا سلام ده يوصلنا لفكرة عوامل نجاح محمد صلاح مع المنتخب هي توفير أجواء شبيهة إلى حد بعيد من الأجواء اللي معتاد عليها مع ليفربول دايماً هتلاقي مركز إيد في ليفربول هندرسون بيميل دايماً وبيحصل التبادل وبيفتح يطلع في مركز الجناح فبيدخل محمد صلاح تبعاً لتحرقات فرمينيو رأس الحربة اللي هو مش التارجة مان فرمينيو من أفضل لعيبة في العالم اللي بتقدر تخلي مساحات للأجنحة وتخلي مساحات دي بطريقة إنه هو بيختار تحرقات بتكون زاوية التمرير متاحة من اللعب حمل الكرة ليه فبالتالي بياخد معاه مدافعين المنافس الأهم المساحة اللي بيخليها بتكون في منطقة خطرة ليدخل فيها محمد صلاح أو أي لعب من لعبي ليفربول فبالتالي إحنا محتاجين دايماً إن يكون فيه رقم 8 بيميل شوية عند محمد صلاح ورأس الحربة المتحرك اللي بيقدر بتحرقاته الزكية الوعية يخلق مساحات لو جينا اتكلمنا عن أفضل قدر تعمل ده هنلاقيها في محمد شريف محمد شريف هو قادر بتحرقات زكية إنه يخلق مساحات لمحمد صلاح أو للعيبة رقم 8 والأجنحة فبالتالي أنا شايف من وجهة نظري إن دور محمد شريف هيكون مهم جداً في إنه يكون فيه مساحات في الفرق المنافسة لمحمد صلاح فبالتالي إن شاء الله مع إضافة محمد شريف وإضافة محمد مجد أفشا ووصول اللعيبة الفرماعالية وتجانس مع بعض أنا بشوف إنه منتخب مصر هيقدم كرة مختلفة إن شاء الله بس مش عاوزين نستعجل على الجهاز الفني ويكون أحكامنا دايماً أحكام موضوعية أنا متفق معك جداً في حاجة اللي أنت تكلمت فيها أسامة فكرة الإزاحة لخلق المساحة هنا في حاجة محمد شريف أكتر لاعب هو بيخدم ده على العكس مصطفى محمد نتمنى التوفيق ولكن في مباريات مختلفة هو أكتر مهاجم ممكن ما يخدمش طريقة لعب محمد صلاح هو التارجت سترايكر أو السترايكر اللي طول الوقت جوه البوكس زي ما محمد مصطفى محمد بيلعب ولكن هنشوف أكيد مع الوقت شكل مختلف لمنتخبنا زي ما قلنا كيروش مع الوقت أكيد هيكون لتجارب هيعيد تقييمه لللاعبين فيها كل ده بيحصل مع مدربين كتير على مستوى العالم لكن عندنا كمان حد يستحق وقفة لأنه هو طول الوقت بيقدم أكتر من اللي متوقع أو أكتر من اللي مطلوب منه ودي نوعية وليلة أو من اللاعبين منهم أكيد محمد الشناوي بتصدياته اللي شفناها مبارح التصديات الحارس اللي طول الوقت بيطمنك طول الوقت محسسك أنه هو عنده القرار وعنده التوقيت دول أكتر حاجتين عند حارس المرمى ممكن يكون أنت جيد في حت التوقيت بس ما عندكش القرار أو العكس جيد في القرار ولكن بتاخد التوقيت متأخر فبالتالي القرار مع التوقيت ما بيقدوش أن انت تقدر تنقذ الأهداف دي الصور يا أسامة معنا لإنقاذ محمد الشناوي وتدخلاته في المباراة بالأمس أنا عايز أتكلم عن محمد الشناوي اللي أنا رهنت عليه بشكل كبير هنا يمكن أنا رهنت عليه بس أنا عايز الصورة دي الصورة دي مهمة جدا فكرة التركيز وفكرة على طريقة حراس الهند بول محمد الشناوي موجود في مكان مهم جدا واقف على مشترج ليه كل الإمكانيات المتوفرة للحارس الممتاز عملها مبارح محمد الشناوي في القرى دي القرى اللي حط مكان أو تمركزه بشكل صحيح جدا إن عمل قاعدة مسلس بين القرى وبين القائمين وقدر يقف في مكان يمنع القرى وده دور مهم جدا على سرعة رد الفعل فكرة التركيز اختيار كمان التوقيت الأهم من كل ده إنه لما تعامل مع القرى برجله كمان كان التوفيق معاه وده اللي أنا أتمنى إنه يكون التوفيق مع الكابتن محمد الشناوي الفترة المقبلة لأنه هو بالتأكيد هيبزل مجهود كبير في فكرة التركيز لأن الكابتن محمد الشناوي زي ما قلت رهنت عليه هنا وما زلت براهن عليه إنه قادر إنه هو يصنع تاريخ كبير كبير إضافة للتاريخ اللي صنعه مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر كأفضل لعب أو أفضل لعب في كأس العالم في مباراة في كأس العالم بإذن الله وكمان أفضل لعب في أولمبياد توكيو يقدر بإذن الله يكون الحارس القادر على حراسة مرمى منتخب مصر مرتين في كأس العالم عشان يكون متفرد الكابتن محمد الشناوي فكان لازم نوقف عندي لأن دايما بوفون كان بيقول حارس مرمى الفرق الكبيرة ممكن تجيله قرى أو قرتين فقط لغير في التسعين ديئة وبالتالي هو محتاج يكون مركز تماما التسعين ديئة لأن الحكم دايما هيكون على القرى دي محمد الشناوي بالتصدي ده حافظ على فرص منتخب مصر إن انت تسجل هدف تفوز بالمباراة وتتصدر المجموعة ما كانش ينفع أبدا نعدي لقطة الكابتن محمد الشناوي